هل لو دخلت كلية الإعلام هيأثر على تخصص التسويق؟ الحقيقة أن دي كليتين فيه رابط ما بينهم أن فيه ناس بتلتغل فيه التسويق في حيثة العلاقات العامة فالعلاقات العامة ممكن يكون فيها جزء تسويق فالتنين ممكن يتلنكوا في حاجة واحدة في بعض الوظائف لكن في بعض الوظائف التانية مالهاء يعني مثلا محرر صحفي مثلا أو أن أنت شغال موزيع في التلفزيون مالهاش علاقة أو بالتسويق إلا لو أنت هتسوق عن المؤسسة الصحفية أو كده فخلي بالك أنت ممكن تدخل في حاجة وسط ما بين الاثنين لكن في بعض الشغلانات هي مالهاش علاقة بدي أو دي فإنت لو أنت داخل في قسم إعلام في حاجة مرتبطة في قسم التسويق كمل فيها مش هتأثر عليك بالعكس ده هتقوّل بروفايل بتاعك لكن لو أنت مش متخصص في حاجة لا أنا موزيع مثلا أو أنا صحفي مثلا يعني حاول أنك تشوف الوظيفة اللي فعليا متلنكة أو قريبة من المجال بتاعك علشان تقدر أن تكون بالنسبة لك مناسبة سواء كلية إعلام أو قسم التسويق على العموم خريين كلية إعلام ليهم إنهم بيدخلوا الشغل في التسويق وبيجدوا فرصة عمل فلو دخلت إعلام إن شاء الله تجد فرصة عمل في مجال التسويق وربنا أفاك